السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سمدي هالنهار شاعل الله اغل نتكلمو على واحد الموضوع اللي غالبي ديال كومنتر كيفية تجميع ديال الفضلات ديال الالانيب دان شحام واحد كي نعاني من العناء ديال كيفاش نجمع الفضلات ديال الالانيب و لو ان الناس عندهم اقفاص ينهو و القفص و لكن كيفاش غالي الافضلات غاليد تطيح يعني و الفضلات ديال الحزاكم الله يعني و الفضلات ديال اعزاكمالله الافضلات ديال ابو ديال اعزاكمالله يعني كيفاش غالي نجمعوه و غالين بيدون عناء يعني ماشي كل انهار نسيقو عليهم مثلا، وسذك الريحة مثلا إنه نحن نقولو مثلا عندك أقفص فوق السطح ولا بشي محل لك سمو كيوقع أن المربي كيتفاجأ أن الرائحة بدأت كتعطيت يعني ممكنش تحييذها من الأرض يعني إذا مشت تحت طاحت في الأرض تصافي كتبني الرائحة كريهة في ذاك المكان سمو الفكرة يعني البطال الراخيصة اللي غادي نديرو وهي أننا نستعملو الميكة العادية أنتما هذي الميكة هذي أنتما هذي تخيلو جوج متر يعني هي كتكون ضوبلة أنتما هي كتكون غليظة فيها الألوان ماشي مشكل لون الأزرق ولا الأسود ولا أبيض ماشي مشكل هذ الميكة هذي يعني جوج متر كاري كتدير عشرة دراهم وهذي جوج متر كاري كتكون ضوبلة يعني هذي هذي القفص كله مثلا استعملت فيها عشرة دراهم عشرة دراهم أراها تغليت هي ماشي شي قيمة كبيرة بزاف ولكن حتى غليت تستعملو هذي عشرة دراهم عند غتتعرفوا القيمة ديال هذي الميكة هذي عشنو هذي كيفاش الطارق كين جوج طارق اللي تجميع الفاض هذي كين إلا بغيتوا تخدموها الطريقة هذي إلا كان عندكم قفص كبير حال هذي الشكل فيه فيه الولادات وفيه وفيه الفيطان سمو كتديرو كتتاخدو يعني القناس ديال القفص وكتصرف طوهم عادي وكتخليوا الميكة مدلية حال هذي تخليوا الميكة مدلية وسمو كتديرو كتديرو ثقب في الوسط انتوما كما كتشوكم عايا كين واحد ثقب هوا قاك كل شي الفاضالات كلها كتجمع انتوما كلها كتجمع في كتجمع كتجمع بانيو واحد انتوما واحد واحد البانيو ماشي مضروري أنه يكون بانيو يعني بحالة الطارقة هذي يمكن تكون بانيو مدوار ولا أنا غي هذا جانيم تسع وساهل في الهزة سافي انتوما كما كتلاحظوا الفاضالات ديالهم كلها كتجمع هنا بما فيها الفيزيك ديالهم الما ديالهم والفاضالات حتى هي كين طريقة اخرى الناس اللي عندهم القفص هذا بحالي قفص كبير وقفص نقوله مربع على شكل مربع اما بحالي القفص هذا كنتوما هذا مستطيل كما كتشوفو رها مستطيل ممكن انه وتهو نديرو فيه نفس الطريقة ولكن هالطريقة ديال الربطو الميكا يعني ونخليو نخليو هنايا البانيو اللي انهضرو عليه نخليو الميكا يعني نربطوها بشكل مائل انتوما كما كتشوفو معايا راغاديا بشكل مائل انتوما سمو كتلاحظو ان القناة مربوطين لهي ولكن الميكا محدها جاية وهي كتهود انتوما وفي الأخير ذلك القادوس هذا ماشي شي حاجة غي الميكا إذا كان البرد كتسقط مائل هاتك وهاكا ممكن أن ذلك الفاضلات يطلحو منهم هذي بماذا تثقالة يعني غي باش كتثقل باش هذك الفاضلات كلهم وفي نص الوقس أنا كن نخدم بها مثلا كن هزهاكا وفاضلات اللي مجموعة كما كتشوفو معايا نطيحا بها الطريقة هذي كن كرد بها صافي وهي نيس كرده كنوا متأكدين أن هالطريقة هذي يعني فعالة جد فعالة لأن لاحظو معايا الأرضية كباش دايراية الأرضية نقية ما فيهاش ولا وسخة واحدة ما كنتم ما كيناش هانتوما هانتوما الجهات أخرى ما يمكنش تلقوشي فاضلات طايحة أو شي شي نفسك ديالهم اللي غادي يعطي يديلكم واحدة الريحة في المكان وهنا هيك على الغاز الأمونية الغاز الأمونية سبق لي تتكلم تعليفه في مواضيع أخرى الغاز الأمونية كي تسبب في العمى ديال الأرانيب يعني كي هو عندو جوج أضرار كين درر المباشر وغين مباشر كين الدرر المباشر أنه كي تسبب في العمى ديال الأرانيب يعني كيتأثرهم على العين ديالهم والسبب غير مباشر وهو أنه كي يأثر حتى على كيتكون واحدة الفطريات ممكن أنها تولي جارب الناس اللي كيعانيوا من الجارب ماشي جارب ديال الشعر وإنما الجارب ديال تصمغ الأدن راه هادك الغاز الأمونية يعني به هادك الفطريات ممكن أنه أنهم يتصابون تصموا الأدن كتلقوا واحد القشور كينين في يعني في الأدن ديال الأرانيب إذن طريقة سهلة عشرة درام ممكن أنها يعني تضرب لكم هاد الجوج أقفاص يعني طريقة مشي شي حاجة ممكن أنكم ترفضوا به هاد طريقة أي طريقة أنتو ما بغيتو هاد الكتانة ولا كوردة ممكن ترفضوا بها ربع عادي القناة وديروا تقب عادي في الواسط إما مربع إما مدوار مهم تقب عادي بغيتو الفضالات يعني ما تقاش لاصقة به هاد طريقة هادي يعني أنا يعني كتبقى لاصقة لأن مع المدة ممكن أنه يكون شي فصة ولا شي خش كيطيح وكي يحوز هادك الفضالات أنها تهود ممكن انكم تقبوغي واحد شوية ديل ما nghiهد الجيس الهيه 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 يعني ربع عادي耶 اللقنات وده إلى اللقنات وهذا يالما يقود ash Pot hearts يعني يعني يهوز بواحد طريقة tahun improvements هادمniej أريكم قصد تطبيقيا انتم م pequeno فضلات راحة الماء. هانتما هذين نورهايكم. هانتما. هانتما هاي كفحناها. بالطريقة. ان الطريقة سهلة بهذا الميكة هذي. ممكن انكم دروا واحدة الحاجة اللي مفيدة مفيدة الارانيب بزاف. ان الناس اللي اللي قلبوني لهذا الفيديو هوا انا لبيت لهم الرغبة ديالهم. يعني كيفاش طريقة باش كتتجمع الفضلات ديال الارانيب. اه كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم. اه الناس اللي مازل ما شاركوش معانا يشاركوا معانا. اه قناة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. اتكيوا على اه زر جام باش تساندوني. اتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.